أعوذي الله من حيطان رجيم بسم الله الرحمن الرحيم تحليل بيئي معالجة المياه وتتريتمنت ونواصل تسجيل مقاطع للشرح محتويات هذه الوحدة تعريف طلق معالجة مياه الشرب وعرفنا طلق معالج مياه الشرب العدي حوالي سبع أنواع ونواصل في شرحها كما شرحنا بالتفصيل طريقة التهوية وهنا نتناول إزالة المواد العالغة تتم معالجة المياه بواسطة التهوية التخصير والترشيح أو الترشيح أو التعويم المواد الكيمياء المستخدم يتخصر مثل كلوريد الحديد مثل كلوريد الحديد مثل كلوريد الحديد وكبريتات الحديد المائي وكبريتات الحديد المائي وهكذا تسترقشة تركيبها كبريتات الحديد المائي السبعة إزايات ماء والجير أو ما يسمى بالجير الحي كالسيوم أكسايد والشبء هو كبريتات الألمونيوم كبريتات الألمونيوم كبريتات الألمونيوم وهكذا 18 جزء ماء 18 جزء ماء المرشحات المستخدمين مثل الفحم الفحم الانثراسيت ورمل السليكة وهنا بشكل واضح انه فلترة عن طريق الرمل بشكل بطيء هنا الرو يعني الماء المغزى داخل هذا مغزي يعني ماء داخل هذا ماء داخل غير معالج وهذا ماء غير معالج ويمر هنا بالرمل الرمل الناعم هذا هو الرمل الناعم فاين سانت غرافل وهنا حصى غرافل هو حصى مع الطريق حصى فلتريتت ووتا اوت يعني ايش الماء الذي تمت فلترته يخرج من هذا بيرفرويتت درين بايب يعني ايش انبوبة هنا مخرمة عليها اخرام هنا يدخل الماء المعالج ويطلع من هنا اذا هذه كيفية ازالة المواد العالقة بهذه الطريقة او بمواد كيمائية كما ذكرنا كلوريد الحديد وكبريتات الحديد المائي والغير والشب ومن المستخدمات المرشحات المستخدمة الاخرى هي مثل الفحم الانثراسيت ورمل السيليكا